اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اما بعد فهذا مجلسنا السادس في دراسة علم المقولات نحن في الدرس الماضي انهينا الجوهرة عند الفلاسفة عموما وعند المشأين خصوصا بالتفصيل ثم وصلنا الى الجوهر عند المتكلمين ثم سنتكلم قليلا على هذا الموضوع عند المتكلمين ثم سنتكلم المقالة الثانية بإذن الله قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين واعلم ان الجوهر عند المتكلمين هو الموجود المتحيز بالذات الموجود المتحيز بذاته أو نقول المتحيز بذاته طيب قبل ان نشرح الجوهرة عند المتكلمين اكثر اريد ان اشير الى تقسيم الموجود عند الفلاسفة وعند المتكلمين حتى نفهم اين يقع الجوهر وهذا التقسيم عند المتكلمين حتى نعرف نمط تفكيرهم في التقسيم في النظر الى الموجودات الفلاسفة قسم الموجود الى واجب وممكن قالوا الموجود اما واجب وهو الذي يكون وجوده لذاته يعني لا يفتقر في وجوده الى شيء اصلا طيب والممكن والممكن هو الذي يحتاج في وجوده الى غيره طيب ثم قالوا الممكن 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 ان وجد ان كان ان وجد وقام لا في موضوع فهو الجوهر ماهية الاذا وجد قام لا في موضوع ان كان قائما لا في موضوع فهو الجوهر وان لا فهو العرام طيب والجوهر كذا كذا في تقسيم بعد ذلك تقسيم الجواهر عند المشيء خمسة جواهر ثم العرض وتقسيمات العرض أصلا ليست بالتفصيل عند الفلاسفة كثيرا في كتبهم ثم هذا نبدأ بين الموجود موجود الواجب والممكن ثم الممكن إلى الجوهر والعرض بحسب تعريفهم في الجوهر إذا كان لا في موضوع فهو جوهر وإذا كان في موضوع فهو عرض وتكلمنا أصلا أقسم الجوهر كثيرا عند الفلاسفة عند المتكلمين قالوا الموجود إما حادث إما قديم وإما حادث انظروا في التقسيم لم يراعوا ينقذية الوجوب لإمكان بل نظر إلى الحدوث قالوا الموجود إما قديم أو حادث فالقديم هو ذات الله تعالى ذات الواجب ذات واجب الوجود وصفاته وصفاته هذا على رأي جمهير المتكلم من الجمهور الشاعر يعني على الأقل على الأقل ثم الحادث الحادث إما متحيز بالذات إما متحيز بالذات وهو الجوهر وإما حال في المتحيز بالذات وهو العرض وإما ليس متحيزا بالذات ولا بحال بالمتحيز بالذات فهو لا يوجد يعني لم يثبت وجوده بل الدعية عند كثير من المتقدمين أنه ممتنع يعني هذا القسم الثالث يعني الموجود الممكن الموجود الحادث الموجود الحادث منحصر في هذين القسمين في الجوهر والعرض الجوهر هو المتحيز بالذات والعرض هو الحال في المتحيز بالذات الثالث هو ما ليس هذا ولا ذاك ما ليس متحيزا بالذات وليس قائما بالمتحيز يعني وليس حالا في المتحيز وهذا هو الجوهر المجرد مثلا أو الموجود المجرد وهو لم يثبت عندهم بل المتقدمون ادعوا امتناعه وآتوا بأدلة على امتناعه نعم يخالف جماهير المتكلمين يخالف جمهور الأشاعر من قال بهذا القسم الثالث من المتكلمين يذكر ثلاثة أشخاص الحليمي والإمام الغزال والراغب الإصفهاني ثلاثة أشخاص هذا هو التقسيم إذن فهمنا من أين نصل إلى الجوهر في التقسيم عند المتكلمين هذا من مهم نبدأ بالموجود الموجودة حادث أو قديم بحسب تقسيم المتكلمين ثم نقول الحادث إما جوهر أو عرض والعرض عند المتكلمين أصلا سنتكلم في العرض عند الفلاسفة نقول تسعة يعني صح وعند المتكلمين ينقسم إلى ما يقوم بالحي وإلى ما يعني يحتاج إلى الحياة لأن يقوم بالذات وإلى ما لا يحتاج إلى الحياة يعني وما لا يختص بذات الحياة يعني من الأعراض فهي الأكوان الأربعة والمحسوسات يعني من الألوان والروائح والطعوم إلى غير ذلك يعني أنفسها يعني تمام؟ ليس إدراكاتها إدراكاتها لا تقوم هذه أعراض إدراكات هذه الأمور عند المتكلمين أعراض لا تقوم إلا بالحياة يعني الموجود إما حادثنا وقدمنا والحادث إما جوهر أو عراض طيب والجوهر قال وعلم أن الجوهر عند المتكلمين ما هو تعريف الجوهر عند المتكلمين ويختلف كثيرا عن تعريف الفلاسفة هو الموجود المتحيز بالذات أو نقول المتحيز بذاته يعني بذاته يتحيز لا يحتاج إلى واسطة في عروض التحيز أن التحيز صفة تقوم بذات هذا الموجود وقيام هذه الصفة بذات هذا الموجود لا يحتاج إلى واسطة لكنه في العراض خلاف ذلك في العراض هو يقوم بمتحيز بالذات والعراض يتصف بالتحيز لكنه نقول بالتبع ليس بالذات العراض متحيز بالتبع يعني تحيز العراض يتبع تحيز الجوهر يعني لما نقول نشير إلى جسم معين ونشير إلى حركته مثلا الحركة القائمة بالجسم لها ماذا لها تحيز أو نقول لون مثلا لون الأصفر على الجسم هذا القائم بالجسم له تحيز صح هذا اللون الأصفر يمكن أن يشارى إليه بأنه هنا وهناك ما معنى التحيز؟ القابلية للإشارة إليه بأنه هنا وهناك هكذا يقولون طيب كان كلام يعجلك يعني هذا تعريف للتحيز صح طيب لكن هذا تعريف دقيق يقولون تحقيقا أو تقديرا هذا تعريف بالرسم للتحيز التحيز في الحقيقة ما هو؟ هو أن يشغل الجوهر أن يشغل الشيء قدرا من الفراغ الموهوم قدرا من الفراغ الموهوم هذا هو اشتغال أو انشغال الجوهر بقدر بمقدار من الفراغ الموهوم يعني حصول في الحيز أو نقول الحيز والمكان بشكل عام يمكن أن نقول الحيز هو المكان بشكل عام وإلا قد في استعمال المكان هو أخص من الحيز لكن حصول الشيء في المكان يسمى تحيزا في مكان معين أو في حيز معين طيب وهذا هو التحيز بواسطة التحيز يمكن أن يشار إلى هذا الشيء بأنه هنا أو هناك واضح؟ فهمنا إذن العرض تحيزه بالتبع يعني هذا اللون الأصفر القائم بهذا الجسم الذي أمامي مثلا هذا الجسم الذي أمامي اللون الأصفر هل هو متحيز؟ نعم لكن تحيزه ليس بذاته بل بالتبع بالتحيز الجوهر القائم هو به تمام؟ تحيز هذا الأصفر يعني لي أن أشير إلى الأصفر هنا مثلا هنا الأصفر هنا مثلا أشير بيدي صح؟ في إشارة يعني وكذلك حركة وسكننا في ذلك من الأعراض هو الموجود المتحيز بالذات لا أظن هنا في شيء غامض يعني صح؟ واضح طيب إذن لا نحتاج إلى حتى يكون الشيء جوهرا أن يقوم لا في موضوع بمعنى محل يقوم وحل فيه إلى غير ذلك من الأشياء كأنه بحسب تعريف المتكلم لا يوجد هناك جوهرا إلا الموضوع الموضوع يعني هو الذي يقوم وحل فيه وجود العرض لا يكون في نفسه وجوده في الجوهر يعني ليس للعرض وجود مستقل بل وجوده في نفسه هو وجوده في الجوهر هذه عبارتهم يعني وجوده في نفسه العرض وجوده في نفسه هو وجوده في الجوهر لا يوجد وراء ذلك شيء آخر تفضل حضرت تعريف يستغزم الكارة للجوهر أنا لم أرى العلاقة لماذا يعني ما الذي أدى بك إلى هذا يعني كأنك تقول فهمت كأنك تقول الذي لم يوجد في الخارج أنا لا أصفه بأنه جوهر مثلا عنقا بحسب هذا التعريف لا يحمل عليه أنه جوهر هكذا تقول صح نعم هذا هو الظاهر بل هكذا يقولون نعم إلا خلافا لكثير من المعتذر أنهم قالوا قالوا بشيئية العدم سهل المعدوم شيء ثم اختلف بعضهم هل هذا المعدوم مثلا هل يمكن أن يتصف بكونه جوهرا قالوا نعم كثير منهم قالوا نعم الشيء المعدوم الممكن المعدوم مثلا يمكن أن يكون جوهرا في العدم يتصف بهذه الصفة في العدم مثلا نعم لا يحتاج إلى الوجود ثم قالوا هل هو متحيس قالوا لا لأنه تحييس فرع الوجود يعني صحيح تحييس فرع الوجود يعني كأنه مفصل بين الجوهرية والتحييس يعني تحييس قالوا صفة لم يقول أنه صفة نفسية مثلا لا تنفك عن ما هي الجوهر قالوا صفة مثلا عارضة بعد الوجود يعني يعني في تفاصيل في فروع تفاصيل بين الأشاعر والمتكرمين في فروق والأشاعر والمتزنة يعني هم قد يتفكرون الشيء في الخارج فقط نعم الوجود الذهني ليس وجودا نعم حقيقة بالحقيقة إلا بالمجاز يقالوا له نعم صحيح لا يقولون إنهم الوجود والخارجي فقط نعم والوجود الخارجي فقط طبعا لا أظنكم يعني الآن تفرقون بين الوجود الذهني والصور المطلق الحاصلة في الذهن يعني هل تفرقون بينهما يعني صعب جدا يعني لما نقول له وجود الذهن ينكرون المتكرمين ما معنى هذا الكلام يعني هل هم يقولون لا يحصل شيء في الذهن يعني صح يعني لا أظنكم يعني هكذا تعتقد أن المتكرمين كانوا ينكرون أي شيء يحصل في الذهن مثلا صح إذن ما قصدهم هذا يحتاج إلى بيان طبعا يحتاج إلى بيان قوي يعني أنا إلى الآن يعني لم أقف على كونه هذه المسألة يعني بالضبط أي شيء ينكرون يعني قرأت مرات لكن حصر عند تصور بوجه ما يفرق بين الوجود الذهني ومطلق حصول شيء في الذهني يعني أو هكذا لكن يحتاج إلى لا أممكن أعطيكم شيئا حتى فرقون عند الفلاسفة الوجود الوجود بكل معنى الحقيقة ينقسم إلى الذهني والخارجي طيب يعني الوجود شيء واحد في الحقيقة له ضارفان بالحقيقة له ضارفان ليس بالمجاز sólo ينقسم إلى الذهني يتلبس بلباس مثلا معين ولما يدخل في الخارج يعني الشيء يعني لما يكون في الخارج يتلبس بشيء معين مثلا له آثار مختلفة يعني لا يعني هذا لا الذي يحصل في الذهن فقط هو مثال أو مثل شباح يعني يشير أو يدل إلى ما هو في الخارج غاية الأمر لا يوجد تطابق يعني طبعا بحث يحتاج إلى زيادة بيان كثير في الأربع حساب يحصلون عنه نعم يعني ماذا يحصلون على القدس متكلمون تمام مثلا يقول مثلا يوجد عندهم الفرق بين الوجود بل ما هي ما هي نعم طبعا لكنهم تعلموا هذا المعلوم طبعا هذه المعلومة نعم ثم يرجون على المقدمين متقدمين متقدمين وكان الأشياء يتفكر يعني يوجد مثل هذا لأنه هو موجود هذا خطر كبير يعني إصطلاح معين مثلا ظهر عند المتأخرين يطبقونها على كلام مثلا أشعري يعني والله تخريجات يعني هذه من قابل التخريجات نعم لا لعلهم هكذا يقصد أحيانا يقول هل الأشعري كان بهذا الكلام يشير إلى هذا المعنى وإن لم يكن عندهم مصطلح أو إن لم يشتهر هذا المعنى بينهم هل هو اكتشف هذا المعنى مثلا الأمر الاعتباري مثلا هل كان يشير مثلا لما يقول بعينية الوجود مثلا وجود كل شيء عينه مثلا لما كان يقول هذا هل كان يقصد مثلا قضية نفس الأمر أو مثلا الأمر الاعتباري هل كان هذا قصده يعني في خلاف في فهم كلامه مثلا يعني مثل هذه التخريجات قد يبدو في بداية الأمر أنهم يقعون في خلط في المصطلحات أو هكذا ولا أظن الأئمة يعني يقعون في هذا يعني غاية الأمر تقول مثلا هذا المصطلح بهذا اللفظ لم يستعمل إن الرشد لكن هل كان معناه موجودا في أذهانهم كانوا يقررون بمعنها ويستعملونه في مناقشاتهم هذا هو محل البحث إذا أردت أن تتأكد تخوض في عبارات الأشعر وتنقح وتربط بعضها بالبعض حتى تصل إلى نتيحة تقول هل كان عند الأشعر وجود الذهن أو لا مثلا الله تعالى أحيا إمام أشعر سوف يقول لهم أجم السبور أو مثلا بعضهم قد يقول إذا لما قال المعتزل بشيئية المعدوم هم كانوا في الحقيقة يثبتون الوجود الذهن مثلا قد يقال هذا مثلا هذا يحتاج إلى بيان أولا تبين ما هو مشيئة المعدوم بعض البحثين يقولون نظرية عيات ثابتة كان يوجد عند الهنتزلات نعم مثلا عاشم عديما نعم في مقالات على ذلك نعم مثلا هذا يحتاج إلى بحث قوي طبعا هذه الارتباطات بعدهم جاء ابن عربي ويستعمل هذا ووضع النظرية الجديدة نعم يمكن يمكن كله ممكن من التأثر يعني ليس بالضرر أن يكون التأثر ونظر في كلامي واقتنع بكلامي وقال بنفس المقولة أو هو أيضا فكر في نفس الموضوع ووصل إلى نفس النتيجة من حيث المعنى وإن كانت مصطلحات مختلفة هذا في غاية القرب من حيث الوقوع نعم طريق العقل واحد نعم زمين طيب التحيز هو فهمناه يعني طيب هو الموجود المتحيز بالذات قل العرض يتحيز بالتبع العرض تحيزه بالتبع وينحصر في قسمين الجوهر ينحصر عند الأشاعر خاصة في قسمين لأنه إن لم يقبل القسمة بوجه ما يعني بأي وجه من الوجوه الثلاثة التي سنفصلها في الكم إن شاء الله أو هنا قليلا فالجوهر الفرد الجوهر الفرد هو الذي لا يقبل القسمة هو الجوهر الذي لا يقبل القسمة بوجه ما يعني بأي وجه وإلا فالجسم إن قبل القسمة ولو في بعد واحد فهو الجسم ومنه الملائكة والجن نفى ماذا ثم ندخل في تعريف الجوهر الفرد أكثر إن شاء الله ومن الملائكة والجن ما علاقة هذا الكلام لأن الملائكة والجن أمور موجودة بحسب اعتقاد المتكلمة صح يأتي يقول هذه الأمور الموجودة هل هي واجبة؟ لا عند المتكلمة ممكن هل هي حادثة؟ نعم إذن أي قسم من الواحد؟ هل هي جوهر أو عرض أو ثالث؟ لا يوجد ثالث لا يوجد ثالث إذن هي جواهر يعني هي جسام هي جواهر وليس جواهر منا لطيفة من الكسيسة جارفر نعم بالضرر جسم النعم ولكن لطيفة جسة كسيسة يعني متعلقة بالجوة نعم نعم بالجسمية يعني متحيزة الملائكة والجن كما ثبت في الشرع أن هذه الموجودات لها إدراكات مثلا لها إدراكات ولا انتقالات الملائكة تنزل في سماء مثلا أدنى في أدنى السماء مثلا تنزل على الأرض يعني صح الملائكة تأتي بالوحي صح تدخل في الصغار في أشكال الناس بشر كل هذه واضحة جدا على أنها أجسام يعني هذه الصفات الأجسام إلا إذا دعيت تأويل كل هذه الأحاديث والآيات وأن لك ذلك هذا التأويل هذا التحريف سيكون طبعا كيف يعني لسى نصا واحدا أشارات النصوص لماذا تأويل تقيقة لماذا تأويل أصلا من قال لك أول التأويل يحتاج إلى الدليل هل عندك امتناع عقلي أولا ثم تأويل لا إذا لم يكن التأويل معنى هو الصرف اللفظ عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المحتمل للمجازي هذا الصرف باتفاق أهل السنة لا يجوز إلا بدليل إما بقرينة لفظية أو حالية أو عقلية طيب لأن على أي شيء أنت تأويل لو سلمنا لك احتمال هذا التأويل لماذا تأويل أصلا لا يجوز لك أن تأويل إلا إذا أتيت بدليل قطعي قلت أن هذه الملائكة بهذا الشكل ممتنع أن يخرق السماء مثلا خرق السماء الخلق والالتئام ممتنع في السماء لا يمكن أن يدخل وينفذ شيء في السماء بحسب دعوة لفلاسفته علومهم في عصورهم يمنعنا فلذلك يؤولون ملائكة عقولها أو هذه النفوس إذا غير ذلك نعم يأتي جبريل عليه السلام مثلا صح يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلب ما معنى هذا الكلام إذا لم يكن هذا الملك جسما يعني ينزل ويتحرك يحملون العرش ماذا غاية الأمر نحن لا نراهم لا أنهم لا يتحيزون وليسوا في الجهة لا بل هم متحيزون وهم في الجهة غاية أننا نحن لا نراهم لأجل مانع أو شرط هكذا خلق الله تعالى ألم يثبت اليوم في عصرنا نحن لا نرى موجودات كثيرة حولنا لأن البصر لا يمكن أن يدرك إلا في كيف أقول في مستوى معين من مثلا مذبذبات يعني مذبذبات الشعاع يعني فريقانس فريقوينسي يعني صح؟ في فريقانس معين يعني نعم نعم طيب نعم ومن الملائكة والجن الملائكة أجسام لطيفة لا نراها طيب لطيفة يعني والجن كذلك من النار أنا ما كذا نعتقد أجسام لطيفة طيب نقرأ الحاشية الأولى قوله في قسمين هذا عند أهل السنة وأما عند المعتزلة ففي أربعة أحيانا أنا أقول الأشاعر يعني قصدي به عموم أهل السنة يعني أحيانا قد تسمح يعني لا تتحسسوا في قضية ما تريده يعني 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 في كثيرا ما في كتب الأشاعر حتى بل أحيانا يستعلم يقول إذا قلنا الأشاعر المقصود به الأشاعر والماتوريدية إذا قلنا الأشعرية فالمقصود به هم أشاعر بخصوصها يعني في أحيانا هكذا يعني يفصلون من حيث الاصطراء هذا عند المتاخر متاخر وإلا غالبا حتى إن ذكروا الأشعر ولم يذكروا الماتوريدية لا تفهموا شيئا إلا في موضعه إلا إذا بين يعني أن هذا رأي الأشعر بخصوصه طيب هذا عند أهل السنة وأما عند المعتزلة ففي أربعة لأنه إن لم يقبل القسمة أصلا فالجوهر الفرد وإن قبلها في بعد واحد فالخط أو في بعدين فالسطح أو في ثلاثة فالجسم طيب يعني الجواهر عند المعتزلة أربعة لأنهم لم يعرفوا الجسم بأنه ما يتركب من جوهرين فصاعدا تمام بل قالوا الجسم هو هو طويل العريض العميق طيب طويل العريض العميق مثلا فلما عرفوا الجسم هكذا فلا يكون الجسم إلا مثلا من أجزاء كثيرة يعني صح على الأقل إما الثمانية أو الستة أو غير متناهية لكن إذن سيبقى الكلام الجوهر الفرد هو جوهر واحد صح موجود واحد ما بينهما بين الجوهر والجسم مثلا ما بين الجوهر الفرد والجسم هذا قسمان نوعان للجوهر يعني يطلق عليه أنهما جوهر إثنان يعني جوهران فردان مجموعهما يشكل جوهران يعني مجموعهما جوهر هذا هو الخط مثلا نعم وفي بعدين فالسطح مثلا مجموع الجوهر مثلا الثلاثة مثلا الثلاثة جوهر تشكل سطحا يعني صح فهو جوهر لكن ليس جوهران فردان ولا جسمان لكن هذا يشبه اختلافا لفظيا لأنه في المعنى اتفقوا على أن هناك جوهر فردة المعتزلة ولا شاعرة اتفقوا على أن هذه الأجسام المشاهدة هذه الأجسام المشاهدة هذه الأجسام المشاهدة هي مركبة من جوهر فردة ثم هناك جوهران فردا أو مثلا ثلاثة جواهر فردا مثلا إلى غير ذلك اختلافهم في لفظ الجسم أصلا هل الجسم يعني يفيد مطلق التركب يكفي في إطلاق الجسم على شيء يعني أو يحتاج إلى ثلاثة أبعاد هم قالوا يحتاج إلى ثلاثة أبعاد ألا شارع قالوا لا اللغة معنا يقالوا هذا أجسم من ذاك ولو كان أكثر منه بجوهر فرد واحد نعم جسيم أجسم مثلا من حيث الإطلاق قالوا الجسم يعني في اللغة في أصل اللغة بغض النظر عن الأصطرح ما اختلفنا في الأصطرح في اللغة هو يفيد مركب من جوهرين فردين يعني بما أن الجسم في اللغة ما هو أجسم إذا كان أكثر منه بجوهر فرد واحد يطلق عليه أجسم والمشتق هو المصدر مع الزيادة إذن المصدر لابد أن يتضمن هذا المعنى مطلق التركب يعني مطلق التركب إذن الخط والسطح عند المعتزلة جوهرون تمام من حيث الإطلاق يعني صح؟ وعند الشعر أيضا جواهر لكن عند الشعر أيضا جوهر وجسم سنأتي إلى الخط والسطح عند من؟ عند الفلاسفة إن شاء الله في مبحث الكام واختلف في أقل ما يتركب منه الجسم عندهم بحسب يعني تعريفهم للجسم وجوهر الفرد ثم يبقى ما بين بين الخط والسطح يعني كيف يتركب الجسم؟ كيف يعني متى يصل إلى الجسمية؟ تركب الجواهر فالنظام يعني قال من أجزاء لا تتناها النظام ذكرنا لكم هذه الفكرة المرة الماضية أظن المرة قبل أسبوعين لما قلنا الجسم ما حقيقته في أربعة أشياء يعني إما يقبل الإنقسام أو لا إذا كان يقبل الإنقسام هل إنقسامات بالقوة أو بالفعل متناهية أو غير متناهية صارت أربعة أقسام يعني هذا قسم منه كان رأيي النظام هذا الجسم المشاهد هو مركب من أجزاء لا تتجزأ بالفعل يعني مركبة من أجزاء بالفعل وهذه الأجزاء الغير متناهية العدد قلنا هذه الفكرة هي التي جعلته يقوله بماذا؟ يقوله بالطفرة يعني طفرة النظام طفرة يعني قضية الطفرة يعني لما ناقشوا النظام هذا يؤدي إلى المحال يعني إذا قلت بجواهر فردة غير متناهية هذا الجسم كيف مركبة من جواهر فردة غير متناهية؟ إذا مثلا النملة إذا مشت يعني من نقطة ألف إلى نقطة با في الجسم أن تقول أن بينهما جواهر فردة غير متناهية المفروض أنه لا يصر إلى النهاية أبدا لأنه يحتاج في مجاوزة كل جواهر الفردة يحتاج إلى آن وإذا كانت الجواهر الفردة غير متناهية يحتاج إلى آنات غير متناهية يعني فالمفروض أن النملة لن تصل إلى النهاية هو ماذا قال؟ كيف أعجاب للخلوص على هذا الإشكال؟ قال النعم النملة يعني تقفز تقفز من جواهر فردة كثيرة في آن واحد يعني في آن واحد النملة لا تمشي فقط جواهر فردا واحدا بل مثلا تقفز من هذا إلى ما لا نهاية من الجواهر أو إلى جواهر كثيرة مثلا نظري في النظام قد يمكن شي عجيب جدا هذه الفكرة يعني أن جد غريب يعني كيف فكر هذا؟ نعم على نظري في النظام قد يمكن في يومنا كيف يفعل في العراب الأعرف نعم 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 في علاقة بأين هذا ويقول كان هنا وبدون أن يجاوز هذه الجواهر الفردة كان في الجواهر الفردة مثلا ألف يعني بعد ألف جواهر الفردة يعني وجده بدون أن يتخلل بينهما يعني مسافة ورد تقوى غريب يعني هذا الظاهر هو ممتنع بل كثير من المتكلمون متكلمين ادعوا بطلان هذا القول بالضرورة يعني قال هذا القول ضروري البطلان لا نستطيع أن نبرهن يعني يعني لن نشتغل بطلان على إبطاله يعني قال نعم نظرية العلاف نعم نظرية العلاف في الجواهر الفردة نعم طيب فالنظام من أجزاء لا تتناهى والجباء من ثمانية والعلاف من ستة يعني كانهم اختلفوا هؤلاء في الثلاثة أبعاد يعني متى يحصل للجسم ثلاثة أبعاد يعني هل بثمانية أجزاء هل أقل شيء هو ثمانية أو ستة قال العضد كأن العضد خرج لهم على مذهبهم يعني يعني تكلم عن احتمال آخر قال ويمكن وقال العضد يمكن من أربعة عندهم يعني عندهم كانوا يقول لم نعرف أحدا من المعتزلة قال بأربعة الجواهر يعني يمكن أن يتركب الجسم لكن يقول لما نفكر في المناقشة يعني من الممكن أن يقال هذا بحسب مذهبهم وصولهم العضد الإيجي عضد الدين الإيجي نعم فقال العضد نعم لا يقولون الإيجي غالبا في الكتب يقولون العضد أو صاحب المواقف هكذا يقولون العضد إيجي هكذا ما شور قال لما أنا لا أذكر كثيرا ما وجدت في الكتب العربية القديمة يقولون الإيجي أو يقولون القاضي أو العضد أو صاحب المواقف هكذا في المسترح العثماني غالبا يقولون صاحب المواقف وفي التفتزاني والسيد السند مثلا السعد السعد يقولون نعم العضد السعد والسيد نعم هكذا هذا أشهر استراحي المواقف في المنطق والأوصول أو صاحب المختصر العضد أيضا صاحب المختصر مختصر ابن الحاجب يعني الشارح المختصر صاحب شارح المختصر نعم أو الشارح المختصر مثلا هكذا أحيانا تفتزاني في شارح المغزي الشارح المختصر وفي الشارح المختصر أخلاق عضبية أخلاق عضبية له كتب عجيبة يعني المتون عظيمة يعني هو ألفها يعني كيف جمع ورتب وهذب ونقح كل هذه العلوم وزاد من عنده أيضا يعني ببعض البحوث والاعتراضات والتنقحات عجيب يعني هل تحميس قطبط رازي صاحب؟ نعم نعم أنا هكذا أذكر وهذا تحميس عن قطبط دين الرازي مختلف متكلم وأما عند أهل السنة فمن جزئين كما يفيده تقسيمهم عطار بزيادة يعني هذا نقلا من عطار بزيادة طيب نرجع الجوهر الفرد نظرية الجوهر الفرد هذه النظرية قال بها يعني تقريبا يمكن نقول كل المتقدمين والمتاخرين كذلك يعني جمهورهم قالوا بالجوهر الفرد إلا قليل منهم توقفوا أو لم يقولوا بالهيولة الصورة يقينا ولا بالجوهر الفرد يعني لكن الآمدية يذكره ينقل الإجماع ينقل إجماع المتكلمين في الجوهر الفرد هذا أمر عجيب صح؟ يعني لماذا هؤلاء متزل والأشاعر وغيرهم اتفقوا على الجوهر الفرد يعني خاصة المتقدمين يعني لماذا لم يقول بعضهم مثلا ثلثهم بالهيولة والصورة مثلا صح؟ هذا أمر عجيب يعني يلفت النظر طبعا كما تعرفون هناك الصلاة قوية يعني بنظرية الجوهر الفرد وعقائد المتكلمين وقضية الإرادة والتخصيص خاصة تخصيص يعني كأن النظرية الهيولة والصورة هي أقرب لإثبات قدم العالم بل قد يدع أنها تؤدي بالضرورة إلى قدم العالم وملايب لإثبات الله نعم والجوهر الفرد خلاف ذلك يعني يعني جوهر الفرد كما قال السعد في شهر لقائد النسفية يعني إثبات جوهر الفرد يعني إن ثبت إن استطعنا أن نثبت جوهر الفرد هذا سينقذنا سينجينا من كثير من ظلمات الفلاسفة يعني لأنهم بنوا في إنكارهم لكثير مما ثبت في الدين من الشرايا والبعث الأجساد مثلا وهذه الأشياء وقدم حدوث العالم وغير ذلك هم عوّلوا في إنكار هذه الأشياء كثيرا ما على قدم المادة على الهيولة والهيولة لا بد أن تكون قديمة وإلى وغير ذلك في حشر نعم في حشر نعم أجساد لكن قدم الهيولة هل الهيولة يجب أن تكون قديمة؟ يعني من قال بنظرية الهيولة والصورة هل يجب أن يقول بقدم العالم؟ هذا يحتاج إلى بحث هناك أنا بحثت قليلا في بعض الكتب وأنا لم أجد يعني يعني هكذا وضوح ووضوح ومن يتكلم بالتفصيل في هذه المسألة إلا اللهم إلا في كتاب كليات للكاثوي كليات ولما يتكلم عن الجوهر والقدم المادة والهيولة والقدم الهيولة هو كأنه يعني في الصفحتين هكذا يحاول أن يؤصل يعني ما علاقة قدم العالم بالهيولة بنظرية الهيولة هو أظن عالم عثماني يعني عاش في القرم أظن أو في أوكراين أو شيء زيك هناك يعني في هذا المنطقة كافوي نعم كانه عالم عثماني هكذا أذكره نعم وعاش قبل الثلاثة قرون حوالي الثلاثة قرون نعم كلياته مشهورة مفيدة جدا يعني كليات هذا معجم في المصطلحات وخاصة المصطلحات الكلمات الموجودة مفردات الموجودة في القرآن يعني خاصة قبل الكشف قبل الكشف بقليل نعم قبل الكشف نعم قبل الكشف بخمسين سبعين سنة يمكن نعم كليات الكفوي نعم نعم يعني في الحقيقة كأنه في الحقيقة هو أصله هو معجم مفردات القرآن لكن فيه مفردات غير ما نفس في أيضا أيضا أصلا أن نفس الألفاظ قد تستعمل في العلوم بمعاني مختلفة يعني في العلوم العقل مثلا تقول صح نعم مثل النفس يعني مثلا نعم 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 في قرينة يعني ساعدته في هذا الاشتراك اللطبي صح القرينة تعين يعني تحدد طيب إذن لابد أن نعرف أو نبحث عن علاقة موضوع قدم العالم بنظرية الهيولة نعم وأيضا حدوث العالم بالجوهر الفرد جوهر الفرد نعم يساعد الظاهر واضح عنه يعني يفيد أكثر يعني في قضية حدوث العالم خاصة قضية التخصيص وغير ذلك لكن يحتاج إلى بحث أقوى وخاصة في قضية العلاقة بين الهيولة وقدم العالم قدم العالم لماذا و MUSIC علاقة بين نظرية الهيولة وصورة وقدم العالم يعني هذا أمر اتفاقي هكذا كل المتكرمين الآمدين قولوا الإجماعي يعني قالوا بالجوهر الفرد وثلاثة قلوب الهيولة وصورة يعني هذا ليس اتفاقيا طبعا صح أكيد في صلة قوية يعني بين هذين نظرتين وبين قوليهما في الحدوث أو القدام يعني لكن هذا يحتاج إلى بحث وقت أظن يعني طيب ثم نقول الجوهر الفرد عند جماهير المتكلمين ثابت والجسم مركب من الجوهر الفرد من الجوهر الفردة البحث في الجوهر الفرد في مستويين أولا هل مثل هذا الجوهر تمام مثل هذا المعنى هل يمكن أن يتحقق في الخارج نتصور الجوهر الفرد بعد قليل سنعرف إن شاء الله سندقق في التعريف هل هذا المعنى يمكن أن يتحقق في الخارج هذا الشيء تمام هذا مطلق إمكان الجوهر الفرد الثاني المستوي الثاني هل هذه الأجسام المشاهدة هل هي مركبة من الجوهر الفرد بالفعل هذه مرحلة أخرى مرتبتين يعني البحث في مرتبتين قد يثبت الواحد المرتبة الأولى ولا يستطع أن يثبت الثانية تمام مرتبتين أولا في إمكان الجوهر الفرد في نفسه ثم وقوعه في الجسم يعني ليس وقوعه لوحده مثلا هذا الجسم المشاهد بكل عصافي وأحكامي هو مركب من الجوهر الفرد هل هذا ممكن؟ مثلا قد يدعى إمكان جوهر فرد واحد مستقل لكن هذا الجسم لا يمكن يعني مثلا الأجسام لا يمكن أن تكون مثلا مركب فهمتم الفرد؟ طيب لكن المتأخرين المتأخرين كثير منهم أو جماهرهم أيضا قالوا بالجوهر الفرد بعضهم لم يقولوا به يعني رأوا مثل التفتزاني رأى أدلة الطرفين ضعيفة هذا ما يفهم من كلامهم في شرح عقائد نسفية لا شرح المقاصد لا يفهم منه ولا في التهذيب يعني ويسرد الأدلة من كلا الطرفين أنا لا أذكر له كلما واضحا أنه يختار أحدهما لكن بشكل عام بما أنه أشاره يقول عندنا كذا عندنا كذا يعني هو يشرح أو يدعم بشكل عام غالبا الجوهر الفرد يعني ظاهرا لكن هل هو هكذا يختار هذا تماما والله يمكن يعني ما يفهم من الشرح العقائد نسفية ويتوقف نعم قد يغلب على ظنه أحد الطرفين لكن هو توقف يقين توقف عن اليقين ليس توقف عن الترجيح تمام قد يرجح مثلا أدلة هيلوى الصورة أو يرجح أدلة الجوهر الفرد يعني لكنه لا يتيقن في أحدهما لا يقول بالقطع يعني أن جوهر الفرد أو هيلوى الصورة الإمام الرازي في اختلاف يعني في كتبه لكن في كثير من كتبه هو يثبت الجوهر الفرد بل في الكتب الأخيرة في المطالب العالية ويدعم الجوهر الفرد وفي المعالم ويثبت الجوهر الفرد نعم حصة بعد المتقفين يقول لأول حياته هو التاروء المكتة والسورة نعم بعد يتفقف وآخر الحياته ويرجع يرجع إلى جوهر الفرد نعم يعني ما يفهم من المعالم من أواخر ما كتبه قبل وفاته بسانة سانتين كان على المعالم ويثبت الجوهر الفرد يعني يأتي بداليين قويين حقيقة نعم وفي المطالب العالية بحسن ما أذكر هو مفصل ومجلد واحد في الهيولة يعني مجلد في الهيولة وفيه طبعا جوهر الفرد وكل النظريات في حقيقة الجسم يعني هو يتكلم ولكن ما بيسم الهيولة رابي يقول في كتاب المطالب العالية لو كان متقلم يريدون أن يثبت الجوهر الفرد ويحتاجون إلى دلائل الجوهر الفرد هندسية هندسية لأنه يقول كل دلائل الفلاسفة يعني مبني على هندسية على هندسية ويقسم أدلة الفلاسفة إلى ثلاث أربعة أقسام ومنها من مجموعة الأدلة ترجع إلى أدلة هندسية تفتزاني في شعر مقاصد قسم وأظن في المواقف أيضا يعني عدة يمكن حوالي عشرين دليل يعني للفلاسفة في إبطال الجوهر الفرد وللمتكلمين حوالي عشر أو اثنى عشر دليل يعني في إثبات الجوهر الفرد ثم قسموا الثلاث أربعة أدلة ترجع إلى كذا والثلاث أربعة ترجع إلى كذا وهكذا قسموا الأدلة أنا موضوع طويل قصة طويلة يعني في الأدلة إذا دخلتم في أدلة في إبطال الجوهر الفرد أو إثبات الجوهر الفرد قصة طويلة جدا يعني نعم طيب هذا هو ما من حيث نقل الآراء في الجوهر الفرد طبعا 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 هم متناقضان نظريتان هم يمكن أن تخرج عنهما لكنهما لا يجتمعان ولكنهما يرتفعان تمام يمكن أن يقول بهما معا وواحدا نعم وانا تجمع للخلو وانا تجمع فقط بشرط شيء بشرط عدم مانعة الخلو يعني بشرط عدم شيء طيب ليس ما لحظة الجمعي مطلقة لا ما لحظة الجمعي فقط يعني بشرط عدم مانعة الخلو طيب القسمة طيب لماذا أن تفكر فيه يعني أنا شرحت هذا في رسالتي أنت تذكر كتبت هذا القسم بالضبط يعني أشرت إلى هذا المتناقضان هذا الرأي يعني من يقول به لا بد أن يبتل الاخر يعني نعم طيب الآن نرجع إلى تعريف الجوهر الفرد ما هو هذا الجوهر الذي شغل الكثير واليوم ما زال هذا الأمر يعني يناقش أو يتكلم عليه يعني يتكلم فيه يعني بغض نظر عن فهمهم وتصورهم للجوهر الفرد أولا لا بد أن نفهم أن هذا الجوهر الفرد الذي قال به المتكلمون هل هو نظرية بديعة هم اخترعوها شو رأيكم يعني أول من قال بالنظرية جوهر الفرد هل هم المتكلمون أو قبل المتكلمين أو قبل الإسلام كان هناك من يقول ديموكريتوس نعم هنا نشير إلى شيء نعم ديموكريتوس قال بالجواهر الفرد نعم يعني قال بالأجزاء غير المتجزئة يعني قال هذا الجسم الذي أمامنا خلافا لأصحاب الهيولاء والصورة قال مركب من أجزاء لا تتجزئ لكن هل هذا القول يكفي في التساوي بين فهم المتكلمين والديموكريتوس لا ديموكريتوس قال هذا الجزء الذي لا يتجزئ لا يتجزئ بالفعل ولكنه في الوهم يتجزئ سنقسم بعد قليل القسمة إلى ثلاثة أقسام تمام إلى ثلاثة أقسام يعني فيه فرق هناك وإن كان فرقا شوية دقيقا لكن في أثناء مناقشة الأدلة يظهر هذا الفرق بعض الأدلة تفيد إبطار كلا المذهبين أو تفيد إبطار مذهبين واحد للمتكلمين مثلا يعني إلى غير ذلك يعني فيه فرق بين رأي ديموكريتوس لكن قريب جدا طبعا وبين رأي المتكلمين طيب والمتكلمون قالوا بهذه النظرية الآن ديموكريتوس يقول بالفعل يقول بالفعل لا يتجزئ لكن هو يقبل الإنقسام الوهمية القسم الوهمية لأنه كأنه لما رأى أدلة أصحاب الهيولة وأدلة إبطال الجوهر الفرق وليمكن التخلص عنها قال نعم إذن يقبل الإنقسام الوهمي نعم في رأي ديموكريتوس و لكنهم أدلة خاصة في إبطال هذا المذهب أيضا لأصحاب الهيولة يعني أصحاب الهيولة يجب عليهم أن يبطلوا كلا المذهبين حتى يثبتوا الهيولة يعني أول شيء في إثبات الهيولة أول خطوة يبدأ بإبطال الجوهر الفرق قلنا لأنهما لا يجتمعون يعني يتوقف صحة نظرية الهيولة والصورة على إبطال الجوهر الفرق ثم لا يكشف فقط إذا أبطلت لا تكون قد أثبت تناقضه لا تحتاج إلى زيادة تليل أيضا لأنه مذهب الإشراقين شيء آخر هم لا يقولن بجوهر الفرد ولا بالهيولة والصورة الجسم واحد وهو هذا ما في جواهر ولا في هيولة كل الآراء لها قوة كل الآراء أدلتها تناقش في المستوى في الشاحن المقصد بالتفصيل في الشاحن المعاكم في نظرية من العربي وهو يوجد جوهر واحد وهو إله واحد إله هل يتق الجوهر على الإله لاظن جوهر يوجد جوهر واحد جوهر وهو إله مغرم لاظن يعني هو وجود واحد له نسب إلى الممكنات يمكن بهذا الشكل إلا إذا أطلق الجوهر على هذا الوجود الواحد يعني لا أعرف هل يطلق الجوهر على طيب بهض النظر يعني فهمتم الإشكال طيب ماذا كنا نقول كنا نتكلم عن تعريف الجوهر الفرد صح؟ طيب ما تعريف الجوهر الفرد الجوهر الفرد قالوا جوهر ذو وضع جوهر ذو وضع لا يقبل القسمة أصلا جوهر ذو وضع لا يقبل القسمة أصلا لا قطعا ولا كسرا ولا وهما ولا فرضا لا يقبل القسمة الجوهر الفرد هو جوهر ذو وضع لا يقبل القسمة أصلا يعني لا قطعا ولا كسرا ولا وهما ولا فرضا هذا تعريف مشهور يذكر في عدة الكتب في عدة الكتب ألا نشرح التعريف التعريف لمن والله لا بشكل مع المعنى موجود وإن اختلفت الألفاظ لكن أينما بهذا اللفظ موجود في شرح قادمير على الهداية وقريب من هذا اللفظ بدون الذو وضع في شرح المقاصط وفي عدة كتب كتب المعقولات وغير ذلك موجود يعني في كتب علم الكلام في كتب الرازي يعني هذا التعريف تقريبا بهذه الألفاظ موجود هكذا أذكر نعم في كتب المعنى الرازي أيضا طيب يعني قبل مثلا أن ندخل في نقاش إثبات الجوهر الفرد أو إبطاله لا بد أن نتصور يعني الطرفان اتفقوا في تصور الجوهر الفرد قبل دليل وقوعه أو إمكانه تمام إمكانه أو وقوعه فإذا لا يقالوا يعني نحن أنتم تتكلمون عن شيء لا يعقل لا بد أن نعرف أولا طيب فلذلك يعني أي نقاش في عصرنا في الجوهر الفرد لا بد أن يرجع إلى هذا التعريف هم إدعوا إمكان ووجود ووقوعه هذا الشيء لا شيء إن أنتم تختارعونه في ذهنكم بالنسبة للمواصرين أنا لماذا أنبه على هذا الشيء سندقق في التعريف إذا طلع لا استطيع أن نقول الجوهر بلغو تسوك أطم طبعا بالضبط كنت أريد أن أوصلكم إلى هذه الفكرة يعني من يترجم الجوهر الفرد أو من يفهم ليس يترجم يكون مشاحا في الإصطلاح أنا لا أقبل هذا الإصطلاح وهذا الإطلاح أبدا لا الزرة حتى بعض المحدثين يعني من العرب يعني يقولون النظرية الزرة عند المتكلمين في مثلا هكذا كتاب شو الزرة لا في اللغة العربة أو في التركي أطم جلوك أطم يعني مناقشة نوعهم في مرتبتين المرتبة الأولى وهي المرتبة الحقيقية في المعنى هم هذا التحريف في المعنى غالبا ما لما يتكلمون بالأطم ويتكلمون عن الأطم أو الذرة الأطم في الفيزيوية الحديثة له التعريف وله خواص معينة قد لا تطابق يعني تعريف المتكلمين يعني للجوهر الفر إذا ترجمت بهذا الشكل أنت تدخل تدخلنا في مشكلة معنوية يعني نحن نتكلم من أي شيء يعني ثم يأتي واحد ويقول لنا ألم يشطر الذرة يعني أطهم بارجر دولار يعني صح إذن بطرة نظرية جوهر الفرد لأن جوهر الفرد كان آطم يعني وآطم تبين أنه منقسم يعني أنه يتجزع لا أنه لا يتجزع كان المتكلمون يدعون أن الذرات ومن يقول بطرة نظرية جوهر هذا خطأ فاحش يعني لا يقبل لا يسمح لهذا الخطأ يعني لا يعفى هذا الخطأ طبع لكن للأسف في الخارج وإن لم يصرحوا بمثل هذا المستوى لكن مثل هذا المعنى موجود في أذاني كثير من الأكاديميين يعني لم يحققوا المسألة ارجعوا إلى كتب المتكريمين خاصة المتأخرين ماذا قالوا عن الجوهر الفرد في التعريف الجوهر الفرد هل الذرة التي يقول بها الفيزيائي يعرفها هل هي حتى قبل إنشطارها يعني هل هي كانت يعني نفس الجوهر الفرد ومحل الانتباس هو أول من وضع نظرية للذرة لحقيقة الجسم وقال مركبته من الذرات يعني ولكن كان هذه الدرة فاضية أو كذا كذا يعني ثم جاء واحد وأثبت برودونات والنوترونات وغير ذلك يعني عوانين عناوين نعم نعم المرتبة الأولى من حيث إفساد المعنى فساد المعنى خطأ فاحش من من اعتقد أن نظرية الجوهر الفردي أبطلت بعدما شطروا يعني ففجروا هذا الزرة يعني بالقنبلة النووية مثلا يعني فجروها يعني أبطلوا نظرية الجوهر فهذا هذا واقع في خطأ فاحش لا يعفى يعني إذا كان يعني علم يعني رجل يشتغل بالعلم واضح هذا من حيث المعنى في الإفساد عظيم لا علاقة لو بجوهر الفتو هذه الذرة إن قسمته إلى ألف قسمة يعني هذه الذرة وصلت إلى كواركات لا تراها لك لكلها مساحة يعني ولم تستطيع أن مثلا تجزئها مثلا هذه الكواركات تحت الذرة تحت النوى يعني تحت كذا كذا تحت البروتونات وجدت كواركات إلى غير ذلك والجسيمات يعني وصلت إلى الجسيم The God Particle لنقول وصلت إلى هذا ثم لم تستطع أن أن تجزئ هذا مثلا أو لم ترى فيه التركب لم تشاهد بالتجربة أو بالرياضيات مع التجربة إلى آخر هل أنت أثبت الجوهر الفرد لا هل أنت إذا استطعت بعد سنوات طويلة أن تجزئ هذا هل أنت أبطلت الجوهر الفرد لا هذا هو بالطبع لا هذا ولا ذلك لا علاقة له فلذلك كنت أقول لكم نظرة جوهر الفرد ولا إلى السورة لا أظن هما تثبتان أو تبطلان بالتجربة هما أمران عقليان كيف غاية الأمر أنت لم تستطع أن تجزئ ها بالفعل صح هذا ليس معنى أنه لا يقبل التجزئة في نفس الأمر هذه مسألة أقلية طبعا هذا هو نعم هذا ما أقول لكم يعني واضح إذن في هل الفيزياء الحديثة هل أبطلت نظرية الجوهر الفرد لا بالعكس بل الأجسام مركبة من جواهر صح يقولون من جسيمات particles يعني هذا أقرب إلى نظرية المتكلمين لما قالوا تركب الجواهر يعني ثم اختلفوا جماهرهم قالوا بتجانس هذه الجواهر الفردة بتماثل هذه الجواهر الفردة بعضهم قالوا لا لماذا لا تكون كذا مثلا يعني لكن هؤلاء يقلون يعني لكن اليوم مثلا نحن نعرف هذه الجسيمات مختلفة الطباية والحقائق صح تحت الذرة ولكن بعضهم مع ذلك يوصلونها إلى شيء واحد صح يقول كل هذه الكوهركات والجسيمات الافتراضية إلى غير ذلك ترجع إلى جوهر واحد بعضهم قالوا بعض الفيزيائيين المعاصرين يعني ادعوا هذا إذا لم يكن هذا من حيث نمط التفكير نظرية الجوهر الفرد ما هي إذا نظرية الجوهر الفرد فهمتم يعني التقريب يعني كانوا في صلب الموضوع لم يكنوا بعيدين عن النظريات الحديثة حتى من حيث نمط التفكير هؤلاء هؤلاء الأقدمون يعني 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 يعرفون ماذا يقولون غاية الأمر ما استغلوا بالتجربة كثيرا لا يشتغلوا بالتجربة كثيرا لأن الأبطل العبطل على الأقل هذا الجسم الإشراقين على الأقل ذهبوا يعني من بداية الأمر قال هذا الجسم البسيط الماء شيء واحد ليس من هؤلاء الصورة ولا مركبين أجزاء تبين أنهم مركبون من أجزاء صح؟ هذا الماء مركبون من الجزيئات يعني موليكولات من الجزيئات والجزيئات من الذرات والذرات من الجسيمات تحت الذرة إلى غير ذلك هل وصلوا إلى الجوارفات إن وجدوا الجوارفات يعني صح؟ رأي الإشراقيين قريب إلى تجربية لا بل التجربة عبطلة رأي الإشراقيين على الأقل من البداية عبطلة ثم يمكن الإشراقيين أن يجددوا ما ذهبهم ويقولون هذه الكواركات هي واحدة ولا يوجد هايلا أيضا ولا يوجد جوارفات قد يقولون هذا ويقبل الانقسام معهم طبع؟ لهم أن يجددوا ما ذهبهم فهمتم بعد المسألة هي سهلة أن تبطل هذه الآراء حتى الهيولة والصورة لم تستطع غاية الأمر سأقول لك أصحاب الهيولة والصورة إذا لم تستطع أن تجزئ هذا الجسيم تحت الذرة الذي وصلت إليه أخيرا قرون لم تستطع أن تجزئ غاية الأمر بالفعل أنت لم تستطع لكنه في نفس الأمر ومركبون مثلا من هيولة والصورة لكن أنه يقبل التجزئ آلاتك لا تكفي أصحاب الهيولة والصورة لا يكون هذا يعني ابطالا لنظر الهيولة والصورة إذا لم تستطع حتى قرون غاية رمي يقول آلاتك لا تكفي لتقسم وهو يقبل الانقسام خلاص العقل أدى به إلى أنه يقبل الانقسام وهو مركب من هيولة والصورة وهذا الكم قائم به مهما صغر يعني مهما صغر الكم يعني كونه ذاكم يعني قائم به طيب قلنا في تعريف الجوهر الفرد ها مرتبة الأولى قلنا في المعنى نحن في المعنى نناقشهم نقول في فساد عظيم في الخارج يعني يفهمون الجوهر الفرد خطأ طيب المرتبة الثانية اتفقنا في المعنى هذه الذرة وهذه آتم ليس هو عين الجوهر الفرد يبقى النقاش في الحال يمكن أن يكون أحد الجسيمات يمثل الجوهر الفرد سيكون البحث فيه يعني نعم طيب اتفقنا في المعنى ننتقل إلى اللف إطلاق أنا لا 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 أختار يعني إطلاق ذرة أو آتم يعني للجوهر الفرد لماذا أختار في هذا هذا المصطرح موجود منذ ألف وكم سنة يعني لماذا أخترع مصطرحا جديدا باسم آتم أو خاصة أنه يوهم معنا فاسدا يعني مثلا يوهم معنا لا يقصده المتكلمون من الجوهر الفرد صح؟ لا من حيث المعنى ولا من حيث الإطلاق كلامهم مقبول لأنه في مصطرح مستقر استقر هذا المصطرح من في اللغة العربية وفي اللغة التركية العثمانية أيضا كان يقول جوهر الفرد جوهر الفرد وفي متن العقائد موجود هذا المصطرح فلماذا تأتي وتقول آتم لا هذا مصطرح عقلي بحث ليس مصطرح تجيبي وليس مصطرح هكذا يعني عشوائي يعني مصطرح وعرفوه بكل الدقة لإطلاق مصطلحاتنا في مثل هذه المباحث الدقيقة طيب ننتقل إلى تعريف الجوهر الفرد قلنا جوهر ذو وضع لا يقبل القسمة أصلا لا قطعا ولا كسرا ولا أهمن ولا فردا هذا الجوهر معناه يعني طبعا هو بمثابة الجنس صح والجنس الأعلى يعني للجوهر الفرد طيب هو الجنس والباقي ما هو هو الفصل أو هو الخاصة صح أو هو الخاصة لا يقبل القسمة عدم القبول ظاهر أنه ليس ذاتيا لحقيقة الجوهر الفرد صح كانه أصلا سلب أمر سلبي لا يقبل القسمة صح يعني خاصة يشبه أن يكون خاصة صح هذا المجموع يعني لا يقبل القسمة أصلا يعني من أي وجه من الوجه بوجه من الوجه ما هذه الوجه ذكر أربعتهم ولكن الأولان يعني درجان في شيء واحد القسمة لها ثلاثة أقسام القسمة الإنقسام إما القسمة الفعلية أو الإنقسام الفعلي أو اللي يقولون القسمة الإنفكاكية الفعلية أو الإنفكاكية أن ينفك بالفعل طيب القسمة الثانية القسمة الوهمية لا وهما والقسمة الثالثة الفرضية أو العقلية مستلحان يعني مستعمران في الأول والثاني والثالث والقسم الفعلية أو الانفكاكية إما يكون بالقطع أو بالكسر ما الفرق بين القطع والكسر القطع يحتاج إلى آلة نفاذة بالتدرج كأنك تفرق بينهما تمام؟ تقسمهما مثل السكينة والمثال الرغيف يعني مثلا نفرد ليس بالكسر يعني تمام؟ مواضح صحيح القطع والكسر القطع يحتاج إلى آلة النفاذة والكسر لا يحتاج طيب هذا القسم الفعلية والانفكاكية واضح لأنه هي القسم المشاهدة في الحقيقة هي الانفصال في الحقيقة الذي كنا نتكلم عنه في قضية الهيلة والصورة الاتصال والانفصال تذكروا الاتصال والانفصال هذا كنا ينفصل يعني تحدث هويتان جديدتان صح؟ الجسم لما نقسمه مثلا الشيء الموجود المتحيز لما نقسمه إلى قسمين يعني إلى قسمين بالفعل هذه قسمة انفكاكية أو بالفعل يكون هناك انفصال بالفعل يقع انفصال يعني تمام؟ وتنعدم هوية وتحدث هويتان جديدتان تمام؟ بعد انقسام بالفعل لكن القسمة الثانية والثالثة ليست قسمة بالفعل فالقسمة الوهمية هي ماذا؟ هي ليس انفصالا حقيقيا بل هي قالوا هذا ما هو القسمة الوهمية؟ هي هي فرض شيء غير شيء هكذا قالوا فرض شيء غير شيء أنا لما أنظر إلى هذا الكتاب مثلا لأن أفرد هذا الكتاب مثلا هذا غير ذاك صح؟ وإن لم ينفصل بالفعل هذا الكتاب مثلا وجه هذا الكتاب سطح هذا الكتاب لأن أفرد فيه طرفين يمينا وشمالا لأن أفرد الطرف اليمين غير طرف الشمال وإن لم يكن هناك انقسام بالفعل وهنا فاصلة بين اليمين والشمال صح؟ لا يوجد فاصلة بالفعل يعني صح؟ هذا الوهم الوهم نعم الوهم بالحس لما يدرك الصورة يرى فيها الطرفين مثلا يرى فيها الطرفين ولا للوهم يفرض طرفا غير الطرف يستطيع أن يلاحظ طرفين مختلفين يعني يلاحظوا الاثنينية نعم فرض شيء غير شيء القسمة الوهمية هي فرض شيء غير شيء أفرد شيئا غير هذا أفرد جزءا موهوما من الشيء القابل للقسمة أفرد جزءا منه غير الجزء الآخر الموهوم أستطيع أن ألاحظ في الخيال يعني في الوهم أتوهم هكذا تمام واضح؟ مثال قلنا مثلا هذا السطح هذا الكتاب لما أدركه بالحس يدخل في الذهن صورة هذا الكتاب ثم لي أن أميز بين الطرف اليمين والشمال وأن أفرض وأن أقدر أن هذا الطرف اليمين غير طرف الشمال أستطيع أن ألاحظ وأستحضر شيئين مختلفين وإن لم ينفصل بالفعل بفاصلة حقيقية هذا ليس يكون الجوهر لا هذا القسمة الوهمية سنأتي هل الجوهر الوفارد كيف لا يقبل القسمة الوهمية؟ يعني يمكن أن نشرح لا يقبل يعني لا يقبل لا القسمة الفعلي يعني الجوهر الفارد لا يمكن أن يقسم بالفعل لا يقبل يعني ليس من شأنه أن يقسم بالفعل لكن قد يأتي السؤال طبع طيب لا يقسم له بالفعل لعله لمانع بغض النظر عن هذا المانع هل هو قديم أو لا أو حادث أو غير ذلك يعني ما هو هذا المانع قد يقال لكنه هو منقسم بالفعل يعني لي أن ألاحظ طرفا غير طرف صحيح هذا قد يخطر بالبال نقول لا الجوهر الفات هو الشيء الذي لا يقبل القسمة بالفعل ولا بالوحد ولا بالفرط أيضا بالعقل كأن هذا الشيء أصدر مبترع كأن هذا لا يحتاج إلى الدليل الإبطالي أنا أشرح لكم هذا فلذلك أنا مهدت لكم مقدمة قلت لكم أولا لابد أن نتصور شيئا يعني في العقل قبل الدليل أن نتصوره جيدا إذا تكلمنا عن شيء هو نفسه متناقض يعني أو ممتنع يعني لا داعي أن نتكلم في الأدلة صح في إمكان وقوعه أو في وقوعه برثه فلذلك بعد هذا الكلام قد يقول هذا الشيء الذي تتكلمنا عنه أصدر غير متصور مجرد السلوب تتسلط هذه السلوب تتسلط على الشيء الموهوم ذات الموهومة أنت تسلط عليها سلوبا تقول هذه الزت ليس كذا وليس كذا وليس كذا هذا ليس شيئا أصلا يمكن أن يقع يعني صح؟ قد تقولون هذا أنا أفهمكم جيدا سنزيلوا إن شاء الله هذا الوهم من أذهانكم تنزي نعم الله أكبر تنزيل جوان الفضاء عن النقائص عن الإقسامات لأن القسمة فيها نقص في الحقيقة القسمة تفيد التركب صح؟ صح القسمة نعم طيب الوهم فهمناه؟ الوهم كيف يعني أصلا هل القسمة الوهمية يمكن أن نتصور هذه القسمة في شيء دخل في ذهننا صح؟ إذا لم نستطع أن نلاحظ فيه طرفا من طرف لا يمكن أن ينقسم بالوهم صح؟ إن صغر كثيرا كثيرا نفرض أن هذا الكتب الآن بعدما ترونه تستطيعون أن تقسّمون صورته مثلا في ذهنكم vino صورة الوكم صح؟ إلى الطرفين صح؟ ترون في الطرف اليمن وطرف الشمال هذا يقبل القسمة الوهمية صح؟ إذا هذا ليس جوانه فاردا صح؟ أهذي يحصر في ذهنكم إذا هذا الكتب ليس جوانا فاردا؟ وهم لا يعقولون أن هذا الكتب جوانه جميل سنسل هذا يقبل قسمة بالفعل أيضا أنني أستolrait أن أسلا أمزغ هذا الكتاب لغد نظر عن القسمة بالفعلة القسمة الفعلية هي أسهل فهمناها جيدا لأنه مشاهد يعني القسمة الوهمية أيضا فهمناها افرضوا أن هذا الكتاب يصغر في ذهنكم صورته صغيروها 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 إلى درجة أنكم لا تميزون بين اليمين والشمال صغيروا الصورة كثيرة جدا ولا يصعروا في الذهن نعم الوهم لا يستطيع أن يدركها الوهم يقف عند حد معين في التصغير وعند ذلك لا يستطيع أن يميز الطرفين عليه لأنه لا يدخل في الوهم حتى يميز الطرفين لكن بعض ذلك قد يقال الوهم عاجز عن هذا لكن في نفس الأمر العقل قد يدرك أن هناك شيئا لا يدخل في الوهم لكنه لا يقبل الانقسام أيضا لا لأنه لم يدخل في الوهم هو في نفسه بسيط الآن نحن نجرد الآن نحن وصلنا إلى مقامة تجريد البحث تمام؟ في تصور الجوهر الثالث نحن نحاول أن نفهم القسمة الفرضية العقلية تمام؟ الفرضية العقلية هل هل القسمة العقلية ما هو القسمة الفرضية؟ هي كون الشيء يقبل الانقسامة لأنه مركب وإن لم نستطع أن نلاحظ فيه الطرفين أن نفرد فيه شيئا غير شيء بالوهم بمساعدة الوهم لأنه صغير جدا 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 لا يدخل في الوهم ولأنه ليس مركبا بسيطا عقلا لا يمكن أن يفرق تمام؟ لا يجوز عقلا عقلا يعني يمتنع عقلا أن يقسم لماذا لا يقبل الانقسام عقلا؟ لماذا؟ لأنه أمر بسيط تمام؟ هذا الأمر البسيط هل دخل في وهمنا؟ لا لأن كل ما يدخل في الوهم من طريق المحسوس أو بتصرفات في المحسوس فهو ذو أطراف وأشكال تمام؟ لكن نتكلم عن معنى يمكن للإنسان أن يعقله لا أن يتوهمه ويتخيله تمام؟ نتكلم عن المعقولات الآن أمر معقول تصوروا موجودا تصوروا هذا الموجود أنه ممكن الوجود أمر عقلي ذات ذات موجودة ذات مفهوم عقلي وجود مفهوم عقلي الإمكان مفهوم عقلي حادث مفهوم عقلي ثم تصوروا أن هذا الموجود الحادثة هو يتصف بصفة أخرى هي شأننا هي التي نشتغل عليها الآن ما هي؟ هي بسيط غير مركب في نفس الأمر هو غير مركب بغضل هذا أنه يمكن أن يقع في نفس الأمر أو لا نتصور نحن في مقام التصور لا في مقام إثبات إمكانه أو لا يعني في إمكان التصور نحن ليس في إمكان النفس الأمر إمكان التصور غير إمكانه إمكانه هو في ذاته إمكان تصوره نحن نريد أن نصل إلى إمكان تصوره حتى بعد ذلك ثم بعد ذلك ننتقل إلى إمكانه النفس الأمري إمكان تصوره غير إمكان نفسه تفرقون بينهما صح؟ مرتبة العلم ومرتبة التصور ومرتبة الإمكان النفس الأمري أنا تقلم عن التصور هل يمكن أن نتصور؟ نعم يمكن أن نعقل بمعنى نتصور بمعنى نعقل هل نعقل موجودا حادثا بسيطا لا يقبل القسمة عقلا لا يمكن عقلا تقديره أو جواز قسمته لأنه بسيط غير مركب يتصور هذا المعنى حاليا نتصور بل تصور كل الطرفين كل الطرفين تصوروا هذا المعنى وإلا كيف يعني يثبتون شيئا ما لا يثبتون آخر هل يتكرمنا عن شيئين مختلفين في الإثبات والنفي؟ لا طبعا يتكرمنا عن شيء واحد وهذا الشيء الواحد نقول وصفه ثلاثة أمور لا يقبل القسمة الفعلية هذا فهمناه لا يقبل القسمة الوحمية فهمناه ولا نكتفي بهذا نقول لا يقبل القسمة العقلية أو الفرضية تمام؟ هنا الفرض ليس بمعنى فرض المحال تمام؟ فرض الإمكان وليس من قبل الفرض المحال هو الفرض بمعنى الإمكان العقلي أو التجويز العقلي ليس مجرد تقدير مثلا لنفرد أن هذا وقع مثلا لنفرد أن الإله إثنان مثلا صح؟ مثلا نفرد محال من فرض المحال لنفرد أن العالم ليس له صانع هذا فرض المحال ثم نأتي إلى بطلان هذا الشيء ونقول الذي أدى إلى المحال فهو محال إذن الصانع موجود مثلا هذا ليس من هذا القبل هذا الفرد يعني مجرد اتفاق اللفظ ليس من فرد محال وبمعنى التقدير والتجويز العقلي العقل لا يجوز قسمته لأنه بسيط يعني غير مركب في نفس الأمر هو غير مركب تركب والبساطة أمران عقليان ليس محسوسين مفوان كليان معقولان إذن نحن لما نتكلم عن الجوهر الفرد نتكلم عن شيء معقول لا نتكلم عن شيء محسوس يدخل في ذهننا ووهمنا يدخل في ذهننا حيث نتعقله لكن هل يدخل في وهمنا لا لماذا لأننا لم نرى الجوهر الفرد ولم نسمع صوته هل رأيتم الجوهر الفرد أصلاً عنه ناشق في وجوده من حيث الدليل صح يعني فكيف لا رأى هذا أحد ادعى أنه رأى بل بعضهم ادعى امتناع رؤيته يعني بعض من أنكر وقعه وشك في وقعه مثلاً يعني بعض نظر سهل يعني قالوا هذا يجب أن يكون في الجهة وكل ما في الجهة فهو مركب مثلاً والجوهر فرد لا يتجزى فإذن لا يمكن أن يرى مثلاً طبعاً لا نأتي إلى التعريف قلنا جوهر ذو وضع ذو وضع ما معناه؟ يقبل الإشارة الحسية تحقيقاً أو تقديراً وإنما نستطيع أن نشر إليها بالفعل بالتحقيق يعني لكن تقديراً يمكن أن نقدر نفرد فيه من حيث الإمكان العقلي والتجويز العقلي هذا كيف ماذا نفهمه؟ في الحقيقة الجوهر فات قريب من النقطة جداً لنفرد ماذا نفرد جسماً كوني مثلاً ماذا يقول النسيط اسمه سبحان الله كوني 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 اسمه باللغة العربي محروط محروط نعم الجسم المخروط نعم الجسم المخروط صح؟ في الأعلى مثلاً محدد صح؟ مدبب يعني سيفري وجوه صح؟ لو نفرد إذا فرضنا أن هذا الجسم مركب من الجواهر الفاردة هذا في الأعلى في قمة هذا الجسم المخروطي ما هو موجود؟ هو في جوهر فارد هناك هل هذا الجسم يشار إليه؟ نعم هل يشار إلى أحد أجزائه؟ نعم يشار إلى الفوق إذن الجواهر الفارد يمكن أن يشار إليه يقبل الإشارة الحسية إذن الجواهر الفارد متحيز أصلاً يعني أننا في تقسيم الجوهر الجوهر إما جوهر فرد وإما جسم الجوهر هو متحيز بالذات الجوهر الفرد هو أيضاً متحيز بالذات إذن الجوهر الفرد هو يتحيز له حيز الجوهر الفرد متحيز بالذات هنا أعرف أنه سيحصل لكم إشكاله أعرف هذا إشكال هو لا يصعب لكلمهني ولكنه يشار إليك نعم يمكن أن يشار إليه نعم يمكن أن يشار إليه وإن لم نشر إليه بالفعل صح؟ لا يوجد إشكال صح؟ لا يوجد إشكال يعني أنتم لأنكم تريدون أن تتصوروا في ذهنكم تصور هذا الكتاب الجوهر فرد ليس شيئاً هكذا الأمر معقول نص عليه شارح الإرشاد الإمام المقترح لما رأيت هذه العبارة يعني سررت جداً كنت أفكر في هذا المعنى كثيراً لما كنت أقرأ تعريف الجوهر وأدخل في الأدلة وكذا كذا كنت أقول هذا الشيء الذي نحن مثل هايولة هايولة استصعبنا صح تصورها كثيراً وهذا أيضاً صعب تصوره يعني بالشيء يعني أقول الجزء الذي لا أتجزها مفهوم مباشرة لكن لما ندخل في التفصيل في التعريف تصوره يصعب يعني الذهن لا يقبل بسرعة لماذا؟ لأن الوهم يتسلط على الذهن على التعاقل ويقول كأنه كل ما لا تستطيع أن تتوهمه أن تحضر صورته أمامك في ذهنك مثل صورة المسلث أو كرة أو هكذا أنتم دائما تصوره الجوهر كأنه كرة صغيرة هكذا يعني في الظلمة يعني يظهر هكذا بياضاً أنا أعرف يعني كلنا نمشي من نفس الطريق صح؟ ما هو الجوهر الفرد؟ كرة صغيرة جداً جداً كذاً بيضاءة وفي الظلمة وهكذا يعني نقطة هكذا يعني لكن كروي الشكل يعني أصلاً يختلفوا في شكل الجوهر الفرد تكلموا عن شكل الجوهر الفرد قالوا هل الجوهر الفرد شكله أم لا يعني يعني اختلفوا يعني بعضهم نعم جمهورهم قالوا لا بعضهم قالوا نعم ثم يختلفوا من أثبت الشكل بعضهم قالوا مثلث بعضهم قالوا لا مربع بعضهم قالوا مسدس بعضهم قالوا كرة لكن التحقيق أنه لا شكل له نعم المحقق في المتون المعتمد مثل المواقف والمعقاصة أنه لا شكل للجوهر الفرط أنه بسيط الشكل فرع التركب قالوا الشكل فرع التركب فما دام لا يوجد تركب فلا يوجد الشكل هذا أنا كنت أفكر في جوهر الفرط كنت أقول هذا الشيء الذي نحن يجب علينا أن نجرد عقولنا من تدخل المحسوسات لما نتعقل الجوهر الفرط لما نتكلم عن الجوهر الفرط يعني كل شيء يدخل في وهمك وأنت تتصرف عليه وتستعمله في الأدلة لأن تثبت الجوهر الفرط أو تبطله هذا ليس جوهر الفرط كل ما يدخل في وهمك أنت تراه مشكلا شكلا وهكذا يعني ترى أمامك في ذهنك صورة فهو ليس صورة جوهر الفرط لذلك نحن نقول لكم تعقلوا الجوهر الفرط لا تتخيلوه لأنكم لا تستطيعوا أن تتخيلوه تتخيلونا شيئا آخر وتظنونا أنه الجوهر الفرط وتنسونا أحكام الجوهر الفرط الأحكام الذاتيات الجوهر الفرط ثم تقعونا في مشاكل في نقاش الأدلة طيب سيكون مغالطات هناك في هذه الأدلة طيب وجدت عبارة أني شارح الإرشاة المقترح ومن أفضل من شرح كتاب الإرشاة الجوهر وقال نصع لي قال هذا الجوهر الفرط ليس أمرا محسوسا قال بل نتعقله يعني معنى الكرم قال ليس أمرا محسوسا قال نتعقله ونعقله فلما وجدت هذا الإبارة سوريته جدا لأنني وصلت إلى هذا المعنى في نفسي لكن لم أجد عبارة هكذا أو من يدعمني في هذا ولما وجدت تصريح أنه قلت تواب هذا إذن مهما نتكلم عن الجوهر الفرط نتكلم عن أمر معقول لا عن أمر يدخل في وهمنا مثل الأجسام ومثل مثلا شكل هذا الإبريق لا لا ننسى إذن هو أمر معقول تصورناه من حيث العقل ثم نقول هذه الماهية التي تصورناها بالعقل هل هي تتصف بالإمكان أو لا هل هي ممتنعة الحصول أو ممكنة الحصول في الخارج ثم إن كان ممكنا في الخارج هل بلفعل هذا الجسم مركب منه أو لا فإنهم مرتبتين أو أنتضح لكم الصورة نرجع مرة الثانية نقول هذا الجوهر متحيص صعذ وضع يعني يقبل الإشارة الحسية تحقيقا وتقديرا تمام تحقيقا وتقديرا يقبل الإشارة الحسية إذن هو متحيص لماذا لازم أن نركز ننبه على أن الجوهر الفردة ليس أمرا صفرا عدما محضا لأنه قد يقول القائل بعدما فهمنا فهم هذا التعريف يقول هذا الشيء الذي أنتم تتكلمون عنه هو عدم محض عدم الصرف صح هو جوهر ذوال لكن لا يقبل القسمة لا قطعا ولا كسر ولا يدخل في الوهم ولا يقبل القسمة عقلا هذا أمر عدمي هذا عدم لأن العدم لا يقبل القسمة مثلا قد يقول واحد نحن نقول لا قف هنا من أين أتيت بهذا قضية العدم لا هو أمر موجود نقول ذو وضع هو متحيز متحيز أنا أريد أن تفكروا جيدا أن لا تنسوا أن الجوهر الفرد متحيز لكن المساحة والمكان شيء آخر هل الجوهر الفرد مساحة يعني أو مساحة مساحة يا الله نبار ما بالاتفاق الجوهر الفرد ليس شيئا طويلا عريضا عميقا صحة هل له مساحة مساحة يعني لا الله نبار ما يعني لا لكنه متحيز هذا شوي صعب يعني تصوره يعني هو لا عرف بال فكروا يعني كتلة قائمة لجوهر الفرد لا 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 بل يعرفون الكتلة أنها كتلة هي عرض قائمة لجوهر الفرد سيقل لا لا ليس كتلة تحيز هو ما كان حصول الشيء في حيز حصول الشيء في الحيز يعني في فراغ مقدة هذا الفراغ أيضا بسيط يعني الجوهر الفرد يشغل فراغا موهوما قدرا من الفراغ الموهوم هل هذا القدر هل هو قدر بسيط نعم لا بد أن يكون بسيطا لو شغل فراغا مركبا مثلا يمكن أن يقبل القسمة الوهمية يمكن أن يفرد فيه يعني يمكن أن يفرد فيه شيء غير الشيء أو يقبل تجزئة هذا الفراغ عقلا وإن لم نصد أن نقسمه بالوهم هذا الجوهر الفرد إذا شغل هذا الفراغ المركب إذن هو مركب يعني ينطبق انطباقا تاما صح؟ إذن فراغ الذي يشغله الجوهر الفرد هذا الفراغ أيضا بسيط فكروا في هذا جيدا هذا الصعب لأننا نتحدث عن المعقولات لأن هذه الأشياء لم تدخل في وهمنا لأننا لم نرى مثل هذا الشيء كل ما نرىه مركب ويقبل الإنقسامة بالوهم والعقل وكل شيء كل ما يدخل في الحس هذا المجاز مثلا ذو وضعي ذو وضعي لا لا بالعكس كيف نستخدم المجاز في التعريف هذا هو أن أريد أن أقربكم إلى أن هذا أمر معقول لكن ليس أمرا معدوما صرفا أو ممتنعا مباشرة أن نحكم عليه بالامتناء لا أبدا أتكلم عن موجود ممكن حادث يقبل الإشارة الحسية وإن لم نشير إليه بالفعل وإن لم نكون قد أشرنا إليه قبل ذلك بالفعل ولا يقبل قسمة الفعلية ولا الوهمية ولا العقلية وهو متحيز نعنى ذو وضع وهو متحيز نعنى أصلا قسم للجوهر والجوهر متحيز بالذات أفتح عليكم أكثر أقول لكم هذا الجسم يشغل قدرا من الفراغ يعني متحيز صح يحصل في مكان هذا الجسم يحصل في مكان وهذا المكان أن هذا الفراغ أن هذا المكان الذي يشغل هذا الفراغ الذي يشغل هذا الجسم يمكن أن نقسمه بالواهم صح؟ نعم لنجرد هذا المكان عن هذا الجسم ونقسمه هكذا قد يقول القائل بعد فهم الجوهر الفرد يقول جوهر لا قبل قسمة كذا كذا وليس له مساحة ثم يقول هذا الجسم له مساحة صح؟ طول عرض عمق كيف صار هذا الجسم المركب من جواهر فردة ذا مساحة من أشياء لا يوجدت لها مساحة باتصال العراض باتصال العراض فكر هنا جيدا لا يعني هذا السؤال قد يقول قائل أجزاء هذا الجسم كل واحد من هذه الأجزاء ليست له مساحة كيف صار هذا الشيء ذا مساحة يعني مجموع الصفرات يعني أدى بنا إلى واحد مثلا هل أنتم من إشكار أو كرمان الثانية إن سواء الجواهر الفرد متحيز هذا يشغل في مكان صح؟ هذا في مكان الجواهر الفرد يعني الجواهر الفرد نقول له ولا أقبل القسمة هو أمر بسيط كيف صار هذا الشيء ذا أبعاد ومكان ذا أبعاد يعني صح؟ طويل وعريض وعميق من أشياء هذا الشيء المركب من أشياء ليس لها أرض وعمق وطول يعني من حيث العرض والعمق والطول الأبعاد الثلاثة لا يوجد في الجواهر الفرد لكن هذه الأشياء تركبت فلما تركبت حصل عندنا الأبعاد الثلاثة من العدم كأنه من العدم وصلنا قفزنا يعني من العدم فأنتم من إشكال؟ مصفين فأنتم من إشكال قوي متركب أكثر من جواهر الفرد نعم الجسم كلهم متركبنا أكثر من جواهر الفرد وجواهر الفرد إذا اجتمعت جهران أكثر ثلاثة جواهر إجتمعت نحن لا نستطيع أن نتفكر البعد الطول يعني من حيث التخيل نعم لأننا لما كنا مثلا كيف نصنع مربعا مثلا نأتي بأشياء مثلا هكذا صغيرة ونصنع مربعا مثلا أحجار صغيرة ونضع فوق باطن أو لغوس صح مثلا هذه الأشياء لكن كل هذه الأجزاء يعني في الحقيقة ليست جوارا فاردا صح؟ ولذلك يسعني نقول مثلا هذا الشيء واحد لا يمكن أن نقوله التطول وعرض عمقثا لصغاره مثلا ثم لما يتركبون نرى فيه الأبعاد الثلاثة صح؟ أو نقول مثلا الورق ورق واحد لنفرد أنه لا عمق له لنفرد مع أن له عمق صح؟ طول وعرض وعمق ولو كان صغيرا جدا لكن قد نعف عن هذا العمق هذا السطح لا يوجد له عمق ثم يتركه من سطح آخر سطح آخر لا عمق لأي أحد من هذه السطح ثم يتركب شيء ذا عمق يعني يكون شيء ذا عمق مع أن كل واحد من الأفراد لا يوجد له عمق هل هذا فيه إشكال؟ كيف تنفصلون عن هذا الإشكال؟ يعني إشكال هذا هكذا خصل للمجموع ما لم يحصل لأي فرد من الأفراد؟ هل يمكن أن يحصل للمجموع الصفة لم تحصل لأي فرد من أفراد هذا المجموع؟ نعم نقول بالضبط نعم قد يتصف المجموع بوصف لا يوجد في أي فرد من الأفراد نعم هذا هو نعم إذن مجموع الجواهر الفرد قد يؤدي بنا إلى وصف آخر قام بالمجموع تمام؟ مثل المقدار أو البعد أو غير ذلك يعني تمام؟ الجواهر ليس ذا مقدار صح؟ متحيز أمر بسيط ليس ذا مقدار وكم أنا الكام وأقبل القسمة صح؟ الجواهر الفرد لا يقبل القسمة بل نقيض الكام صح؟ الجواهر الفرد ليس ذا كام ولكن الجسم ذو كام صح؟ كمية للجسم مقدار وحجم صح؟ كمية ولكن الجواهر الفرد ليس له حجم ومقدار كيف يتكون شيء ذو كام من أشياء لا كام لها؟ هذا هو نفس الإشكال يعني هذا ونقول نعم يمكن ما المحيط ما المحال في هذا؟ الكام ليس في ذات الجوائر؟ ها؟ الكام ليس في ذات الجوائر؟ ماذا حدث وهو يقبل الكام؟ نعم هذا التركب هذا التركب من ماذا؟ من الجواهر الفردة يعني هو أمر عارض على المجموع وليس حاصرا لأي فرد من الأفراد لأي جزء من الأجزاء الكام لا يوجد في أي فرد نعم ولكن المجموع يوجد هذا هو انتقاد من التركب من التركب من؟ من الجواهر الفردة من جواهر الفردة من الأعراض يعني التركب أمر غير تركبه صح؟ يعني كل واحد من هذه الجواهر الفردة لا يوجد له تركب إلا إذا أضفته إلى شيء آخر نسبته إلى شيء آخر لكن المجموع في تركب هذا التركب جاء به أيضا الكام جاء بالكام يعني أفوان جاء معه الكام المقدار والحجم والبعد وإلى غير ذلك لكن هنا المهم المهم فكروا في هذا هذه قاعدة باطلة إذا قال واحد شيء كيف تدعي شيئا لم يحصل لأي جزء من أجزاء هذا المجموع وتدعي وجوده في المجموع إذا قال لكم أحد هذا الشيء قل له ما المحيل ما المانع يعني في هذا بالعكس مثلا الجدار جدار كبير مركب من لبنات صح طول الأرض كل لبنة تتصف بالصغر ولو بي اعتبار ما صح والجدار أكبر من جميع جميع اللبنات يعني حصر للجدار وهو مجموع اللبنات وصف لا يوجد في أي لبنة من اللبنات حتى تفهموا يعني من حيث المثال تقريبي كل لبنة صغيرة لكن الجدار كبير لا يقال كيف صار الجدار كبيرا ولا شيئا من أجزاء الجدار كبيرا صح؟ لكن ممكن أن نقول هذا المثال غير صحيح لماذا؟ لأن كبيرا صار يترى ويقبل الصغر والكبر لكن ولو كان بالإضافة هذا الكبير الإضافي الكبير والصغر سنمران إضافيا من القبيل المضافي من نقولة المضاف والإضافي كلاهما إضافي ولكن يتميزان هل هذا الكبير الذي نحن حملناه على الجدار هل هو يمكن أن يصدق نفسه الكبير الإضافي على اللبنا لا صح؟ وصفاني مختلفان قطعا هو يقبل الكبير والصغر لكن كبيرا آخر ليس هذا الكبير كبيرا إضافيا آخر بالنسبة إلى شيء آخر لكن لنفرد هذا الجدار أنا أثبت لك مرجعا حتى نخرج من هذه القضية الإضافة هذا الجدار وهذا لنفرد بنسبة لهذا أو بنسبة لهذا حتى يكون هذا مرجعنا في الصغر والكبير اللبنات هذا الجدار أصغر من هذا صح؟ والجدار نفسه أكبر من هذا الطاولة مثلا طيب هذا معنايان متمايزان صح؟ مرجع واحد معنايان متمايزان هل هذا المعنى الموجود الكبير الإضافي بالنسبة إلى هذا المرجع المعين هل هو موجود للبنات؟ بعينه هذا الكبير الذي حاصل؟ لا هل الصغر الحاصل للبنات؟ هل هو موجود للجدار؟ لا إذن هناك حصر للجدار ما لم يحصل للبنات صح؟ هذا هو كان الغرض يعني حصر للجدار وصف لا يوجد للأجزاء الجدار هذا كان الدعوية وأجئت بمثال أترك بمثال آخر مثال مشهور فيك كل من المتكلمين مثلا نقول عيدان عود جامعة عود عيدان كل عود يمكن أن أكسره صح؟ بقوة معينة لكن مجموعة العيدان بنفس القوة مثلا لنقول عشرة نيوتن يعني صح؟ قوة F يعني عشرة نيوتن يعني بعشرة نيوتن أستطيع أن أكسرها عودا لكن مئة عود مئة عود لا أستطيع أن أكسرها بعشرة نيوتن صح؟ إذن تحمل هذا المجموع أو مقاومة هذا المجموع لهذه القوة لهذه الدرجة من القوة لا توجد في كل فرد فرد من العيدان صح؟ يعني الحصر للمجموع ما لم يحصل للعود فهمت هذا المجموع نعم نعم مثلا الأول فهم لكن يعني أظنه يعني لتقريب يعني مثلا نحن نقول يعني الجواهر ليس لها مساحة ومجموع له مساحة نعم نعم وكقوله أن مثلا زيتين نعم عشرة زيتين نعم وهم يبتدون يتكلمون مثلا تمام حتى هذا لماذا لا نقبل؟ ما المانع يعني؟ هل أنت عندك من المانع مستحيل دليل إما بالضرورة بالبداة؟ أنا عندي يمكن قد يحصل للمجموع وصف لا يوجد في الأفراد يعني لكن قد سلمت لك في التكلم لكن لم لا يكون وصف التحيز غير التكلم وهو يأتي مع التركب ولكن التكلم لا يأتي مع التركب لعل هناك صرة قوية بين تركب والمساحة مثلا والبعد ولكن لا علاقة بين التكلم والتركب مثلا سلمت لك في مثالك في التكلم نعم عشرة زيتون مثلا لا يمكن أن يتكلم ولا واحد نعم نعم في التكلم هذا لا في وصف آخر ماذا تعمم يعني؟ في كل الأوصاف في كل المجموعات يعني ولعل هناك دخل للزيتين في هذا صح؟ يعني أنت لم تأتي ببرهان هذا لا يكون أبدا برهانا أبدا لا يفيد أي شيء من حيث البرهان أنت تدعي الامتناء تقول كيف يكون المساحة مثلا لا بد أن تأتي ببرهان يعني بل أنا آتي لك أنا أمنع دعوة الامتناء وآتي بالسند أقول لك قد يحصر المجموع ما لا يحصر الصغر دليلي كذا أو سندي كذا الذي يسويه لي صح؟ قربت الصغر أنا خاصة إذا قلت لك لما لا يكون هناك علاقة بين التركب والمساحة يعني المساحة مثلا لازم لهذا النوع من التركب الخارجي في المتحيزات يعني صح؟ هذا هو يقرب يعني فكروا فيه يعني لا نطلع أكثر نحن نستطيع أن نقول يعني التركب والكام والمقدار ليس له تعلق بالعرص؟ يعني متعلق بالعرص؟ نعم ، عند المتكلمين نعم بالضبط كام estava ليس أمرا عراض سنتكمل في الكام في المقدار والكام فتح هل المقدار أمر وجودي أو لا؟ هل يرجى إلى الجوهر أو العرص؟ بالضبط ، سنتكمل إن شاء الله هذا أمر مهم ، أنا كنت الاحا나 ندخل في كام وأنا نأخش بالضبط هل هذا المقدار والكم عند المتكلمين يرجع إلى الجوهر أو العرط؟ عند الفلاسف يرجع إلى العرط وعندنا يرجع إلى الجوهر أتفكر في هذا وإن شاء الله سنتكلم جميل جميل لكي قضية المساحة فهمنا بعض المتكلمين ادعى أن الجوهر الفرد مساحة لكن كأن الخلافة لظي نوعا ما يعني من قال المساحة لا يقول أن هذه المساحة تقبل الانقسام مثلا لكن لا ننسى أن الجوهر الفرد متحيز على الأقل إن كان من حيث الأبعاد والحجم والمقدار من لا شيء وصلنا إلى شيء من حيث التركب التركب جاء معه بشيء آخر وهو البعد والحجم والمقدار لكننا في التحيز لسنا داخلا في هذا يعني يقول هذا الجوهر الفرد كيف يتركب الجسم المتحيز من جواهر فردة بسيطة يعني ليس لها أطراف والجهات وكذا وكذا قد يقول وحن نقول لا الجوهر الفرد متحيز والجسم متحيز متحيز مركبون من المتحيزات هذا أمر مهم لكن تحيز الجوهر الفرد بما أنه بسيط يعني هذا لا يدخل في الوهم لكن نحن نعرف معنا التحيز ونجرده عن التركب تمام نجرده عن التركب لأن كل ما عرفناه ما رأيناه متحيزا فهو مركب وتحيزه يشغل فراغا مركبا يعني صح؟ لكن الجوهر الفرد متحيز لكن ليس بالضرر أن يكون الحيز أمرا مركبا حيز البسيط إذن بساطة الجوهر جوهر الفرد تؤدي إلى بساطة الفراغ الموهم تمام إذن المسافات عندنا أيضا كأنها مركبة من جواهر فردة من فراغات بسيطة لا تقبل الانقسام أبدا تمام والتي تنطبق على هذه المسافات من الجوهر الفردة أيضا هكذا يعني في انطباق تمام بين المسافة وجوهر الفرد أو الجسم أو الشيء الذي يتحيز يعني تمام المسافة والذي يكون في المسافة يعني والذي يشغل المسافات تمام وبين الزمان القائم بالحركة والحركة والزمان تمام في انطباق بين الثلاثة أمور المسافة والحركة والزمان وأيضا الذات الجسم أو الجوهر الفحر إن كان أحدهما يقبل الانقسام والكل يقبل الانقسام هذا لا تنسوه سأذكركم هذا في آخر بحث الحركة إن نسيتمه الانطباق التام بين هذه الأمور الثلاثة كما أثبت الأرستو ينقل من الأرستو أنه كذلك أن تكلم عن هذا الشيء هناك ارتباط قوي بين المسافة والحركة والزمان إذا قبل أي أحد منها الانقسام ولابد أن يقبل الآخرين الآخران إذا لم يقبل أحدها القسمة ولابد أن لا يقبل الآخران أن يصل إلى شيء لا يقبل القسمة مسافة الحركة المسافة هي في الحقيقة ترجع إلى المكان المسافة والحركة والزمان وكذلك نفس الجسم نفس الذات الجوهر مثلا الجوهر الفرد الرابع فكروا فيه فيه انطباق تام من حيث الانقسام وعدم الانقسام تمام؟ من حيث الانقسام وعدم الانقسام لا تنسوا هذا هذا سيفيدنا كثيرا جدا في فهم الزمان والمكان بعد ذلك وفي فهم الحركة خاصة سنناقش فلن ندقق في حقيقة الحركة مفهوم الحركة عند المتكلمين وعند الفلاسفة ثم نربطها بينها وبين الجوهر الفرد ولا هيلة والصولة إلى غير ذلك تمام؟ خاصة الجوهر الفرد يعني طيب إذن الجسم المتحيز عند المتكلمين مركب من جوهر الفرد متحيزة وإن كان هذا الجسم الذي يكون له كم يتركب من جوهر الفرد لا كم لها نعم؟ طيب ما أنكم تستغربون لكن نيجتنا كمان عقلية لهذا الشيء صح؟ طيب نحاول أن ننهي إن شاء الله أصلا وصلا إذا أطولنا كثيرا نقف عند المقارة الأولى لكن البقية شيء نحاول أن نذكر يعني انتهينا من تعريف الجوهر الفرد قلنا جوهر هو المتحيز بالذات ذو وضع يعني يقبل الإشارة الحسيات بأنه هنا وهناك يعني ذو وضع لا يقبل القسمة أصلا لا قطعا ولا كسرا ثم نقول لا وهما ولا فردا يعني لا أننا فقدنا الآلات لتجزئة هذا الشيء لا أنه عقلا لأنه بسيط يعني أظن قد انتهى ما أقوله لكم هل عندكم سؤال؟ أيضا أنتم انتهيتم يعني من حيث التحامل في سؤال يعني طيب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلا الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين